أستاذة سلمة الشمعة عايزة إيه من 22؟ أنا طماعة قوي غالباً لا غالباً لا مش هتديني كده السنة غالباً لا مش طماعة لا هو أنا طماعة يعني أنا يعني في كل ما يخص إنه الدنيا تبقى أحلى أنا طماعة إني أطلب أحلى وأحلى ده طمح حميد جداً يعني كلنا ناس عائلة أيوة هو ده إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هرجع هنا على جزء من المقدمة اللي أنا كنت بتكلم فيها مسألة مدرسة جديدة مدرسة حديثة مدرسة مختلفة هبدأها الأول ببدايات الأستاذة سلمة كصحفية مش كمزيع التلفزيون وحياتك بدأتي في الصحفة في الأهرام بالتحديد طيب الأول إيه اللي شد أستاذة سلمة للصحفة وإيه اللي خلها غيرت رأيها وراحت للتلفزيون هو كل حياتي صدفة أحكي لي يعني أنا تولدت صدفة أنا قابلت صدف كتير في حياتي وهي يعني رسمت الطريقة صدفة إيه الصدفة بتاعت الصحفة؟ أنا كنت كان الأهرام وقتها لسه يعني مبني وكان بقى يعني معمولة تحفة فنية معمارية ثقافية كل اللي انت عاوزه فكانوا الناس كلها بيروحوا يعني يزوروا المبنى من مصر ومن خارج مصر يعني كان المزار فأنا روحت مع والدي ومع الأب الروحي ليه كان حسين بي صبحي وكان راعي الفنون وإحنا بنتفرج وإحنا بنزور من لفة في الأدوار أنا كنت يعني لسه أنا متخرجة صغيرة فقدت الدنيا لسه ما عرفهاش يعني وأنا دخلة كده الانترنس بتاعت الأهرام يعني حاجة كده يعني حقيقي حقيقي يعني صحبة الجلالة وبعدين اللوحات النظام ريحة المبنى الجديد الحوائط ريحتها لسه جديدة وكل حاجة بتلمع وكل حاجة منورة وإنها الشكلها يعني زي ما بشوف في الأفلام لما بيجيبوا صالة تحرير مثلا في فيلم أجنبي أنا لقيت نفسي أصاب ده قبلنا بقى بالصدفة الأستاذ هي كان الله فسلم علينا وسلم على والدي وسلم على وبيعرفوه على البنت الصغيرة دي اللي معانا فقالوا له دي خارجة صحبة فقال لي طب ما تشتغلي معانا عاوزت تشتغلي معانا فأنا سكت فقال لي بكرة تيجي ويشوف انت عاوز تبقي فين يعني فأنت خلاص معانا يعني حلو فأنا كنت قبل كده كان بردو يعني يعني والدي الروح يعني كان نكلم لأستاذ كمال الملاخ الله وأنا الله يرحم ومعظمهم كلهم الله يرحمهم ويرحمنا جميعا يعني فقالوا إن أنا في سنة تانية وإن أنا عاوز أتدرب في الأهرام فكان الأهرام القديم بقى فروحت لأستاذ كمال ودخلت عليه وقلت له أنا اسمي سالمة فقال لي إيه دا إزاي يعني قلت مبسط له كده يعني في إيه فقال لي إزاي يعني حسين بي ووالدك يجيبوكي في هذا المكان المتوحش لأ أنت تتاكل يا بنتي روحي فقلت له روح أنا عاوز أتمر قال لي لا 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 أنا مش مسؤول صعبة بقى مسؤول فروحت وخلصوا قال لي هم واقتنعوا فلما روحت بقى يا أستاذ هيك قال لي فاخترت بقى مع الأستاذ كمال ملخ أوكي وابتديت معي وتلفزيون بقى بعد كده كان صدفة برضو يعني ورحت كده يعني ما كانش دا الهدف يعني أنا مش هسيب صدفة التلفزيون دي كانت إيه كان فيه الأستاذ محمود كامل وكان فيه الأستاذ المخرج أحمد فؤاد درويش كل ما يجي يزور الأستاذ كمال يقول لي أنتي لازم تروحي التلفزيون يا سيدي لأ أنتي صمم صمم والأستاذ محمود برضو صمم وكل مرة يقولوا يقولوا الأستاذ كمال يقول لهم يبعدوا عنها سيبوها في حالها وكده وبعدين جي قال لي فيه تست هقدم لك ولا تروحي تقدمي فقلت له هقد فقدمت وروحت وأنا يعني فعلا يعني يعني نجحت ما نجحتش أنا عندي مكاني ومبسوطة فيه فانجحت وخدتي القرار أنا هكمل موزيع التلفزيون بعد يعني هو الحقيقة أنه أول ما دخلت كان بعد ثورة التصحيح أوكي أوكي وكان معظم الكبار بتوع التلفزيون كانوا مشوا في أماكن أخرى فهم كانوا محتاجين لدفعة جديدة تشتغل على طول فيعني إحنا نجحنا واشتغلنا تاني يوم فورا فورا ده كان 72 قبل الحرب أي